النهاردة احنا بنفتكر مع حضراتكم أميرة السينما المصرية الجميلة مديحة كامل واحدة من النجمات اللي عملوا تاريخ كبير رغم عمرها الفني المحدود لكن طوال مشوارها كان لها حضور وشعبية وجماهيرية كبيرة جدا بين الناس في مصر وكمان في الوطن العربي عملت أفلام في منتهى الأهمية زي الصعود إلى الهوية مع الفنان محمود يسين وإخراج كمال الشيخ وكمان أغنية على الممر ده غير المسلسل اللي مش ممكن أبدا حد ينسى مسلسل البشير مع العظيم محمود عبدالعزيز في ذكر ميلاد الجميلة مديحة كامل خلينا نحتفل بها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير اليوم هو ذكر ميلاد واحدة من جميلات السينما المصرية فنانة صاحبة بصمة على الشاشة رغم عمرها الفني القصير مع شوقة الكاميرا مديحة كامل عرف عنها أنها كانت متعددة المواهب منذ صغرها فهي رياضية فازت بالعديد من البطولات وتكتب الشعر والقصص بدأت مشوارها الفني عام 1964 بتقديم أدوار صغيرة في السينما والمسرح وكذلك عملت في عروض الأزياء تدرجت في الأدوار الصغيرة حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوئي في فيلم 30 يوم في السجن كانت الانطلاقة الحقيقية مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين تنوعت أدوارها في السينما فهي بنت البلد الأرستقراطية الفتاة المطحونة من الطبقة الوسطى الشريرة والبريئة التي تعشق وجهها من أول لحظة من أشهر أعمالها وعلى الشاشة الصغيرة كان مسلسل البشاير من أهم أدوارها عانت مديحة كامل من مرض القلب طوال حياتها وأصيبت في المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى إلا أن متعبها الصحية القوية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في المستشفى لمدة عشرة أشهر توفيت مديحة كامل في الثالث عشر من يناير عام 1997 اشتركوا في القناة